مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبقا وبالضبط حمروكت مرحبا بكم معنا السيدة سكنة في هاد البركة تحكم عليها بالإفراغ يعني استلحوكم أنها أخسات خوي ولا غد يريبها هنا مشاهدينا كتناشد القلوب الرحيمة كتوجيا النداء ديلها لكل المغاربة بغتهم يتعاطفوا معها لأن عندها آخر أجل جوج نوانبير فهنا مشاهدي قناة شوف تيفي يعني من ليلتها قدي تقول لي مشاردة هي والدها خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تيفي فهي توجه النداء ديلها لكل المغاربة أينما كانوا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن أنهم يتعاطفوا معها باش ما تنعش في الزنقة ما عندها فين تمشي أخوتي الحالة المادية ضعيفة أنتما فين عايش أنتما كتشوفوا البراكة اللي عايشة فيها يهدي وهنايا أنتما أخوتي هذه الحالة ديلها تسييدة شح الفهمك في العمر ديلها 53 سنة مهددة بالتشرد مشاهدينا أنتما كتلاحظوا الواقع عن المباشر وفين سكنة ورادية بيها ولكن للأسف تحكم عليها بالإفراغ شكتلي مسكينة شوف غير طبلة اللي كان وكل عليها كديرها نص طبلة لا حول ولا قوة إلا بإله يا رب يا رب يا رب سخرلي على العبادة ديالك يتعاونوا معها إن شاء الله ده نخليكم معنا مشاهدينا بارتجوا أخوتي هاد المباشير ونسمعوا لها ونسمعوا المعاناة ديالها وشنو باش كتل برجع أختي شوي يليا باش يخصي شوي يخصي شوي يخصي شوي يخصي شوي سأعسي هنا ولا ولدي 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 حسنا هؤلاء أخصي تم ضرور خبرا شاب الرحيم وأخصي أخصي يا محسيني محسيني المغاربة محسيني أنا 53 عام وأنا عيش هنا والناس يحيدوني وأنا ما عديش نمشي خصي عاونوني الله يعاونكم ويعاونوا ولدات وليذاتكم أنا ما عديش نمشي أنا غادي خرجوني ما عديش نمشي ما عديش نمشي والناس غرجوني ما عديش نمشي أتحكى معني بالإفراغ ما عديش نمشي خصي وأنا ما عديش نمشي وإنما أنا ما أستفتش كنت نعسى السميطار وشرين يوم وأنا نعسى السميطار وعديش نمشي ما عديش نمشي جاء الإحصاء وجاء ما جيت لقيت إحصاء دأس ما عديش نمشي وخلوا لي أنا أنا عسى السميطار عشرين يوم وأنا عسى السميطار وأنا مني دابع مني كنت أكون خارجة أو لاشي حاجة كنت أحطى الشاريكة يجيبوني الناس لبراكة ما كان عقلش على رصي في ساكنة دابع بغوا يحيدوني قالوا يا حيدي أنا أنا بنت هنا بعدي شي نمشي وانا سنة وانا زدت زيادة وخلاق الليلة بويا زدت أنا يمات بويا أنا زيادة وخلاق ما زيادة بويا الليلة التي زدت فيها أنا يمات بويا في الليلة الناس اللي كانوا كيجو كيجو يلوح وطلا ما كيعقلوش على رصي واشكينة ولا مكينة أنا ما عقلوش على رصي كينة وأنا أختينا دابع عونونين وحسنين الله يسهل عليكم بعدي نعيشها أنا كنت أطلب لكم إيه اللي كريولي يا عير ببيت صغير والناس إيه أنا وولدي ما عديش نمشي أختي تلقي رصي في الشارية أنا لقي رصي في الشارية أنا يذهبها في الشارية ما عديش نمشي حتى ما شوقوا البركة كديرة لذا بعونونين المؤسسين الله يرحم لكم والديكم ما عديش نمشي ما عديش نمشي إيه اللي كي يهدوني قلوا يا عيد البراكة نعم كينة حيدة تصاورتها الملك قلوا يا حيدة تصاوروا حيدة تصاوروا حيدة الرأي وحيدة وكل شيء هنا ما عديش نمشي له الله عزبت الحصن الثاني الله عزبت بحمد الساديس تشوفو هذه إفراغ شوفو عنها أم آدي هم هنا مشاهدين المشاهدين تشوفو بأن يعني احكم عن افراغات والآخر أجل نهار الجوج نهار جوج نهار اللي أمان سيسيم عديمي سكن طلع يرحم لك وليدك مريضة كنت تستعملي شي دوا مريضة؟ لا أخي ما كنت تستعمل الدوايات كنت تستعملهم وحيتهم كان مرضا كان حيتهم يجيبوا لي الدوخة كنت تستعمل الدوا كنت تستعمل على هنا كنت بالذي بينما أ righteous كنت نعتقد ا supreme أنت تستعمل دوا ومع Jackie لا يستعمل دوا مجتمع أنا أعيش بأولو ما عندي العائلة لأولو إن الله ما عندي الأخوة لأولو إن الله والله أسمع عمد السادس أعدي أولد أعدي أولد أعدي أولد مريض ما عندي أولوب ما عندي الأول أعز ما عندي أولو ما عندي أولو ما عندي أولو هو أعلم لإُفرس كما كانش. لاحظة. اي حاجة. ما عمرني ما مدوز لحبس الاوال وعمرني ما دلتشي كاريش اوليش. هاجة داخل سقراع سيما. هراد الناس يعرفوني مزيان. كمشان تلاقيها في القاونة فاق. شمو هيتشاتك وصعب هيتشيركين. يعني انت بغي تخدم. بغي نخدمها. اه ما كنش. وانو ما كنش. مصحب شخصي. ايش. انتهت خدم وتعاوني. انا ولا يدلو والي در امرأي ذا كتطيح ديما فتريكش بدا غادي او كتطيح. كتكون نائسة والله كتخلعني انا. انا نحس هناها. في اللاسة كتنوعزي اللي هي كنت تخلعانا. تنهز الرجع على اللاس. اي واتشيركين. اي واتشيركين. اي ولكن في الزنق ما كنتش. و هادك الساعة غادي نولي و خارجينا ها الريوس و احنا عمري ممدوزين تحاجة اوالو عديد دوسين قياه و واحد يحترم و كيرا ماكين لا اوالو ماكين الاخد مالا هوالي كتبش عدوك يسدع لك باب ولا يضيعك لاخدم شي ما يضيعك قعب يشوفك بحالك كوي حقرك اه بحالك كوي حقرك قعب اوه كي يشوفك بنادم للشخصية ديالك و كيرا اللي جاني في الواقع رمي كين ماكين مشي مكين و لاشي شوفك الشخصية ديالك و ما عارف الشخاطر ديالك كدير وراكن كان عارف القلب وراه كش ذو حد و اه اه اخا اشي شوية ماشي بزرب انا ما تعالبينش بزرب آخ اشي شوية خدم عليها والله ايش هي نموتش عليها انا ما بغيش نخليها ومشي ندير انا فيها ما نمشي ندير نحرق فيها ندير اياح انا ما نخليش كيفاش غاندير يعني يجي تحكي عني ابنان يقولي تخليتي امك تموش ونتبقى في الحالة انا يقولي معقد له وما تبقى حدايا ايوه تشيليكي ما نقدرش نغامر ونخلي هنا والله ايوه تشيلي بعين الطالبين منكم هاتش يعني اذا مشاهدي قناة شوف تيفي سمعتوا معنا يعني سيدة والابن ديلها اللي مهددين بالتشرض مهددين انهم يخرجوا للزنقة تحكم هما سكنين في بركة وتحكم اليوم بالافراغ يعني يخسهم يخرجوا من هاد البركة فاليوم كيناشدوا كل المغاربة في نماكنتو اخوتي ديروا يد في يد ونقدوهم شنو اسمي اسك اخويا محسين ومحسين حتى هورا كيناشد القلوب الرحيمة يقول لك عنده غير مهمته وهو الوحيد اللي عندها وكذلك هي اللي عنده بغوا ما يبتفارقوش على بعديتهم بغي يخدم على مهمته بغي يهزم مهمته لكن ملقاش خدمه ملقاش خدمه شوفوا التال بلاصة في انكيين عس مسكين في انكيين عسات الشاب شح الف عمرك محسين 22 سنة في العمر دي المحسين اللي بغي يخدم يلا خوتي يلا ساكنة مدينة خريبة ديروا واحد الدفعة بمحسين انه يهزمه يلا يا المغاربة أبغيناهم ان شاء الله يلا خرجوا من هاد البرة كيمشي ولو بيت ما نشوفهمش ليلا وحدا يبتوا في الزنقة ليلا وحدا ما نبغيوش نشوفهم في الزنقة اللي عنده فراش اللي عنده اي حاجة راهم محتاجين راكم كتشوفوا كل شي على عينكم هذا هو الواقع ومعانا الجيران ديالهم اللي كل شي بقوا فيهم ولكن ما صابوا لهم جهد معانا واحد السيدة تفضلي مونتي هنا معانا واحد السيدة اللي بغاتتها هي تهدر تفضلي مونتي السلام عليكم هاد السيدة رحمها طفلتي انا مرتخوها انا عدي لي تاما قدي ثمانيات دراري رجلي كان خدامها في دار وطاح ومات خلى لقى ثمانيات دراري في مصط ليها جهد مصط فاش نفعا مصطوها له كنت قطع من جهتها واليوم واليوم لستو ما تشوفه في حال تشوفه في حال ترى الغالب الله راكا تطيح في الزنقة مسكينة كيزو على الجيران كيدخلوها را عكا تسعاق حكا نسعو الله واليوم را حكموا عليها بالإفراغ را مع الدمسكينة في انتو الشي مع الدوال وعراجلي اللي كانش وقت يرد يالبيل راه مات الله رحمه رادي عشر سنين طاح مات الزود دا ودفنوه الله يعون كل هذا مع طريق را خلى لقى ثمانيات دراري را ما عدي اختفاش نفعا ما عدي باش نديرها را نصط ليها جهد را كنت قطع من جيتها واليوم هاتو ما كدشوفو فيها هاتو ما كل شي كدشوفو في شو الساكان كدير شو الحالة كديرة را لا سعات مسكينة را تاكل ما سعاتش را عدى الله عدى الله را أعطوها الناس كيعطوها الناس جيرانها كيحنوا عليها كتاكل لقسم الله ما عطوش را كتبقى بلها شراش ياربع سنين هادي شراش ياربع سنين هادي ملي سمعت هاتشي مسكينة را في حالك ورا مريضة ورا كطيح ورا الواليد ديالا قالوا لا را تحسى معاك را الليلة ليت زادت هيق الليلة لي مات وقو الله رحمه انا جيت نهار الليلة زادت وقو ما تقبلها مات قبلها قالك بساعة ولا اكتر مات قبلها اه مات نادو الجيران اشخلات عافروا معهم كبرتهم ويمتهم مات تتاقى الله يرحمها را يدرقى را يتيما مع دا لحنين لرحيل را كينا انا ماردخوها لك انا معدي باش نفع كينا انا كنصببنع عد الناس كنصببنع عد الناس وكنشقع عد الناس را ما عدي باش نفع عم عد ديال ورا عد اوليد عدو 22 را كي يتقطع تاوا مسكين را عبارك را يبارك مسكين تا يتقطع ما صاب لما يتاق ولا ما يسخر ما يبرد وكاط يحلو كي باتشادها كي يدل معاها حاضيها فشي بشي حنين عليها ما صيب لا جيد را كي باتشادها واليوم لايزازي يكون بخير ليبان تلي شي حاجة حدثما كتشوفوه كل شي حدثما كتشوفوه كل شي الله يزازيكم بخير اللي في قلب الرحمنة احنا في هادي طفلتي هادي طفلتي را مسكينة را العشاء الله ولا اغضاء الله را نافعنا عجيران اللي طيب شيح وكجرة كالجبالية الله يجعلوا سيبوا فاديك الدار والله يرحم لكم الوالدين الله يرحم الوالدين مينو تحديثما كتشوفوه كل شي شفت بان هاد البركة دباما يعني را غادي تريب غادي تريب يعني ما بقاش عند الحق انها تبقى فيها فكنما كتلاحظو مشاهدي قناة شوفتي فيها دي البركة فاش عيشا هي والولد ديالها تحكم عليها بالإفراغ يعني ستخرج من هاد البركة يعني النهار اللي غادي تخرج خوتي نهار اللي غادي تلقى راسا في الشارع هي والدها ما عندهاش عشاليلة كما قلت مرتخوها انتي مرتخوها كما قلت مرتخوها إلا ما طلبت شرها ما تأخرش قعنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الحمد لله خوتنا المغاربة ما كيبخلوش ما كييتأخروش فاليوم ما زال محتاجاكم شنسميتك رحمة 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 ومحسن كي ينشدوا القلوب الرحيمة محتاجينكم محتاجين أنكم تزيدوا توقفوا معاهم كانت العيد كبير كانت العيد عن ناس ولا مريضة ما كان أغاش للعصيل والله أغني إلي ما كانت تتخفى على رأسي كنت يشبوه إذاً أي شخص يخذوه ويقولوا لي ماتتخليش هنا في كالتحيب ماتتخليش نشدوك ما تشدوك تجيباً لديك الغيبوبة فقدروني تجيبوني تلعناي ما هاديش يغزينني أنا أداد الزجي ما بريت تقولين للناس اللي يسمعونك؟ أنا بريت أن يعاونوني في السكن وينسكن الناس ما هاديش ينركون ما هاديش ينمشي مهديش الناس المسجدين مهديش أنا عاوني ليس هلاليو واخر قريعير بيت صغير ويقول ليه والناس مهديش أنا مهديش مهديش ينسكن مهديش ينسكن إذن رحمة بالدموع كالطلب المغاربة رحمة كنتمنوا أنكم تحسوا بها رحمة إلا خرجت للشارع ما نبغيوهاش تكون في الشارع هي والولدها ما نبغيوهاش تبات لي لواحدة في الشارع نكتفوا الجهود دياننا نتعاونوا إن شاء الله ما طلبتش الكثير تتقولوا ولو تكرروا لي بيت صغير وما نباتش لي لواحدة في الشارع تتقول لي أنها مريضة وكطيح تنسكن يبقوش تخدم عندهم تقولوا لأنتي كطيح ما نقدروش ندخلوك للدار تعاونوا لهم تعاونوا هالمحسنين ما كتأكل ما كتشرب ولكن كل واحده ضروفه يعني باش غت تكرروا لها باش تشوفش ساكان ولا كل واحده ضروفه كما قلنا ولكن ما كيبخلوش على الأقل اللي قدرو يعاونوها في مكلتها فشربها ولكن باش يكرروا ليها لغالب الله فهنا خوتي تناشد القلوب الرحيمة محسن ولدها كيطلب يخدم أي حاجة يخدمها باش يهزم ويمتو ولكن محتاجين دفعة محتاجين واحدة دفعا ندفعوا بيوم إن شاء الله باش يتنقدوا من الشارع إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي اللي بغي يجيل عندهم فهما دفع في هاد البركة في حمروكات اللي بغي يجيشوف الواقع اللي بغي يجي مدلهم يد المساعدة اللي بغي يجيجيجيب لهم شي فراش اللي بغي يجيب شي حاجة أي حاجة بتوشقدمها لهم فهما محتاجين دفع حاليا نرى بقي في هاد البركة في حمروكات بالنسبة لرقم الهاتف أعطينا اختي نجبتيني فون نعم مشاهدي قناة شوف تيفي سوف ندير تذكير بالنسبة لرقم الهاتف ديال محسين ديال ولدها رقم الهاتف 06-81-31-23-42 06-81-31-23-42 نتمنوا ان شاء الله انكم تعاونوا معهم راه هذا الرقم هذا راه فيه الواتساب دمتم في رعاية الله الى اللقاء بارتاجي واختي باش منشوفوش رحمة ومحسين في الزنقة حمروكات حمروكات انا قلت حمروكات اللي بغي يجي يشوفهم مباشرة ويشوفوا الواقع دمتم في رعاية الله الى اللقاء